طيب حالة التقس طبعا هناك ارتفاع شديد جدا في دراجات الحرارة ملحوث بقى له فترة طويلة جدا والصيف ده مختلف عن اي صف عد علينا الصيف ده حرارته شديدة جدا وبقى فيه بقى لنشهد كمان تقوط امطار يعني من يوم الثلاث فيه امطار في بعض الاماكن في سينة في جبال البحر الاحمر وهتفضل معنا لحد بكرة لحد يوم السبت وعندنا هيئة الارصاد الجوية اعلنت عن تفاصيل حالة التقس ودراجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة النهاردة من يوم الجمعة لحد 11 اغسطس يوم الاربع اللي جاي بيسود تقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سينة وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الانحاء وتصل الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ل42 درجة والمحسوسة الى 44 درجة في بعض الايام اشارة الهيئة الى انه اعتبرا من يوم الحد 8 اغسطس لحد يوم الاربع 11 اغسطس في انخفاض طفيف درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد